نفى المركز العالمي لمجلس الوزراء اصدار قرار بشأن تخفيض حصة الفرض من الدعم في البطاقة التموينية عن 50 جنيه وأكد المركز انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم وهي 50 جنيه شهريا لكل فرض مقيد بالبطاقة التموينية دون اقتطاع أو انتقاص مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التموينية والتي يتم صرفها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلعة بعينها مناشدا المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف القيمة المخصصة للفرض على بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل أو حال طرح السلع بأسعار مرتفعة انطلق بالعاصمة السعودية الرياض الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية بمشاركة ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشارك بين البلدين وذكرت وزارة التجارة والصناعة أن الفاعليات بدأت بعقد اجتماعات لفريق العمل المشارك على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين برئاسة إبراهيم السجيني مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري وجابر بن منور المشعل وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عن الجانب السعودي أكد وزير البترول والثروة المعدنية طريق الملة أن القطاع يولي أهمية قصوى لزيادة قاعدة تصنيع المحلي للمعدات والمهمات البترولية اللازمة لأنشطة البترول والغاز لما لها من دور هام في تنفيذ المشروعات الهامة والحيوية وذلك في إطار استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول وجاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رئيس شركة روهار بامبر الألمانية سيزار إليزاندو لبحث نشاط الشركة في مصر في ضوء التوسعات الجديدة والتي تم افتتاحها بمصنع الشركة المصرية الألمانية للمضخات بالسويس وخطة الشركة خلال الفترة القادمة قلصت مؤشرات البرصة المصرية من أرباحها بختام التعاملات وارتفع رأس المال السوقي لأسم الشركات بقيمة سبعة مليارات وثلاثمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى سبعمائة وسبعة وأربعين واحد من عشر مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر EGX30 بنسبة واحد واثنين وثلاثين من مئة في المئة ليحقق أرباح وصلت لأحد عشر ألف وستمائة وثلاثين وستين نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان النسبية بما نسبته ثلاثة وستين من مئة في المئة ليصل إلى ألف وتسعمائة وواحد وتسعين نقطة أما على صعيد المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا ومتساوي الأوزان فقد ارتفع بنسبة اثنين وأربعين من مئة في المئة ليصل إلى ثلاثة ألاف وتسعين نقاط إلى أسواق العملات حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي ثمانية عشر جنيها وخمسة وأربعين قرشا للشراء وثمانية عشر جنيها واربعة وخمسين قرشا للبيع في حين سجل اليورو عشرين جنيه وأربعة وثلاثين قرشا للشراء وعشرين جنيه وخمسة وأربعين قرشا للبيع في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 24 جنيه و 41 قرشا للشراء و 24 جنيه و 55 قرشا للبيع أما بالنسبة للعملات العربية فسجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و قرشا للشراء و 5 جنيهات و 5 قرشا للبيع وسجل الريال السعودي 4 جنيهات و 91 قرشا للشراء و 4 جنيهات و 94 قرشا للبيع في أسواق المعادن النفيسة استقرت أسعار الذهب العالمية ليصل في المعاملات الفورية عند مستوى 1936 دولارا للأوقية أما على صعيد المحلي فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 857 جنيه للجرام في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1000 جنيه و ذلك في حين سجل عيار 24 ما قيمة 1143 جنيه و بناء على ذلك وصل سعر الجنيه الذهب إلى 8000 جنيه أنهت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليجة معاملتها على ارتفاع حاذية بحذو الأسواق العالمية وأغلق المؤشر القياسي للأسهم السعودية أغلق مرتفعا بـ 4 من 10% كما ارتفع مؤشر بورصة أبو ظبي بـ 7 من 10% بعدما أغلق على انخفاض في الجلستين السابقتين في المقابل انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة دبي بنسبة 3 من 10% انتهت مشاهدين الكرام هذه الجولة في أخبار المالي والأعمال نعود للمتابعة والختام مع الزملاء